السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم طبعا هذا الفيديو انا مسوته اليوم اللي هو يوم الثلاثة قبل عيد الفطر لكن ممكن راح ينزل لكم ما ادري يوم الثلاثة في الليل او يوم الاربعة على العموم اي وقت راح ينزل لا تستغربون يعني من الاوقات لكن مبدئيا حبا اني اهنأ جميع المسلمين وابارك لهم باتمام واكمال الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الله يعود علينا كل سنة بالصيام والقيام واحنا بصحة وسلامة وارجع مرة ثانية واقول لكم كل عام وانتوا بخير قبل المهنئين اهنأكم بعيد الفطر الكبير عيدكم مبارك ومن العايدين والسعيدين اليوم قصتنا مختلفة تماما لانها جريمة كبيرة هذه القصة احدثت ضجة ورأي عام جدا كبير واتذكر ان لما طلعت هذه القصة واحداثها كانت في وضع كورونا عام 2020 وفي عز المعمعة عن قصة خاطفة الدمام يعني احداث خاطفة الدمام كانت هذه الظاهرة يعني اخذت رعب واحدثت ضجة مبس في المنطقة اللي صارت فيها لا في جميع الدول العربية ليش لانها جدا مخيفة فيها اكتير من الغدر والخيانة والبشاعة قبل ما احرق لكم الاحداث كالعادة تعالوا وياي نتعرف على تفاصيل القصة الزمان عام 2020 والمكان في ولاية البريمي في سلطنة عمان راح ناخذكم من بداية القصة الى نهايتها في امرأة سورية اسمها ملك لكن هالملك اصلها ارمني وساكنة في حلب طبعا كثير من الارمن جاءوا يعني نتيجة الحروب اللي كانت عندهم ونزحوا الى الاراضي السورية وكذلك لبنانية وهم طبعا معروفين بعائلاتهم دائما بتنتهي بالالف والنون المهم هذه المرأة تزوجت من رجل ايضا سوري لكن الاصل ارمني وعاشوا ايه وياه فترة وانطلقوا بعدها الى اللي هو الامارات عاشت وياه في الامارات فترة في زمن التسعينات وتوفى هذا الرجل بعد ما جابت من عنده ولد وبنت يعني ظلت في الامارات هذه المرأة ثمانية وثلاثين سنة تزوجت هذه المرأة من رجل هذا الرجل مصري جدا جدا ثري لكنه من اصول فلسطينية عاشت وياه في ابوظبي هذا الرجل الثري كان مدير المالية حق احدى الشيوخ بدون ذكر اسماء في الامارات سكنت وياه هناك فترة معينة في ابوظبي وكانوا ايضا اخوها وكذلك هذا الولد اللي جابته من زوجها الاولي ساكن هناك في الامارات ولكن بعدها بفترة تطلقت من هذا الرجل وزوجت بنتها روز اللي مايتجاوز عمرها ثمنتعش تسعة عشر سنة حق رجل ايضا اماراتي مقدر ماديا ايضا ساكن في ابوظبي لسبب ما ويقال ان غسي الامار على تزوير على فلوس على غيرها شنو بالضبط الامار هذي المهم منها مشبوهة تم يعني رفع عليهم شكاوي فقامت هذي اللي هي ملك وبنتها روز ونزحوا الى منطقة العين واستقروا فيها لكن زادت اعمالهم وزادت يعني الشبهات حواليهم والاحكام ضدهم وفي هذه المرحلة العصيبة والمشكلة الكبيرة اللي يعني على هذه العائلة خصوصا على ملك وبنتها روز اللي ما قدروا يحلون المشكلة انفصلوا روز وكذلك امها ملك في نفس الوقت وانتقلوا ثنتينهم الى منطقة العين زوج روز السابق قام ورفع دعوة حضانة حق بنتها وعلى طول اكتسب حضانة بنتها اللي من روز طبعا بعد المشاكل وبعد القضايا والمحاكم تم ابعاد روز وامها ملك من الاراضي الاماراتية فهنا شافت روز اقرب مكان لها عشان يعني تتواصل مع بنتها تكون قريبة منها ولاية البريمي انتو حطوا بس ولاية البريمي من العين تشوفوها جدا قريبة ويا رب يا رب ان الشوارع يعني تكون فيها خدمات وكل فيديو بقول وما بمل ولا بكل يحطون فيها خدمات عشان نقدر نجيكم يا العمانيين لاني مشتاقة الاهلنا في عمان صراحة يعني بلدة جميلة منطقة جدا روعة اللي يبي الطبيعة والجبال والجو الجميل ما يروح الا عمان على العموم راحت الى ولاية البريمي ايه مع امها ليش شنو الاسباب قالت لكم عشان تكون قريبة من بنتها اللي موجودة في اللي هو الامارات متى راحوا بالضبط راحوا عام 2014 وسكنوا احناك في ولاية البريمي على طول المرأة هذه ملك جايبة معاها فلوس مجوهرات ذهب يعني عندها ما شاء الله بسبب يمكن زواجها من هذا الرجل الثري يعني اخذت مبالغ جدا كبيرة يعني اتعيلها فترة من الزمن فهنا اول ما راحت هناك بدأت يعني اطلع لها شريحة وبدأت تكون نفسها شوي شوي وتبي تصير من اصحاب الاعمال على طول قامت واتصلت حق ولدها وعطتها رقم جوالها وقام ولدها على طول يتواصل وياها ويطمئن عليها اهي مع عروز استمرت على هذا المنوال اللي هي ملك وفي هذه الاثناء فتحت لها محل في نفس المنطقة في ولاية البريمي وخبرت ولدها انها يعني متحمسة حق هذا المحل وحق هذه التجارة ويعني تبي تكون من اصحاب الملايين خلال فترة وجيزة بالذات انه ما في يعني سيدات اعمال كثيرين يديرون محلات الملابس في ذاك الوقت يعني بعدها بفترة قام هذا الولد يتواصل مع امه اول باول الى ان كونت لها هذه المرأة ملك صداقات من هناك يعني عمانيين وكذلك يعني وافدين سوريين وغيرهم وهو عرف بعض اللي هو السوريين اللي موجودين هناك وكذلك يعني عرفتها على الاجواء وعلى الناس اللي اتوائمتوا ياهم وكانت جدا مبسوطة وفرحانة ملك ويا بنتها لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يعني هذه المرأة بعد فترة يعني بعد احلام واوهام ان هذا المحل راح ينجح وراح يكون وراح للأسف ان هذا المحل حق حق الملابس ما بدى عليه بوادر الربح فهنا حزنة حزن كبير واتصلت على ولدها وخبرتها قال لها ولدها يما انت عارفة ان لازم في دراسة جدوى لازم الموقع لازم الناس تجي يعني اقبالهم يعني يكون كبير ولازم يعني في شوارع معينة مو بس تفتحينه وتبين زباين ولازم له يعني مكانه وجوده لا بس تكون يعني ماركة ولا في منافسة فبالتالي لو في منافسة اكيد بيروحون للأفضل وايضا يكون السعر الايجار المهم بدأ يطمنها وقال لها استمر على هذا المحل ولا يعني تفقدين الامل وباذن الله باذن الله انه راح ينجح سكرت من عنده ومرت الايام واحنا نعرف عام 2020 في عز الكورونا يعني شلون يعني اصلا المطارات كلها مقفلة الا صحيح تقدر تسافر لكن في اجراءات طويلة وعريضة كانت من تطعيمات الى تفتيش الى المنطقة اللي توصل لها او البلد لازم يمسكونك ويحللونك اذا فيك يعني انفلونزا ولا لا يعني امور طويلة ومتشعبة وايضا بعض الدول ما تسمح حق هذه الجاليات تجيها ففي ذاك الوقت الامارات امسك راح دودها مع اللي هي عمان لكن ممكن الناس يروحون عن طريق اوراق وغيرها يعني اجراءات جدا صعبة وانا شفتها وكنت باسافر وبعدها يعني حرمت بسبب الاجراءات الصارمة وكذلك الاوراق والتطعيمات يعني موضوع عميق وغويص مثل ما يقولون قام الولد فجأة فقد اتصال امه معروفة امه على طول تتصل عليه وتسأل عنه وتتشاغب عليه اهي ما عندها الا هذا الولد والبنت فقام يتصل عليها استغرب ان جوالها مقفل اهي امه ممعودة ولا في حياتها من وصلت الى البريمي جوالها يتقفل خصوصا انها يعني تحب تتوحش حق ولدها وتشتاقلها ولانها قاعدة بروحها لكن ابدا ما كانت تتواصل وياه في ذاك اليوم فقام يتصل مقفل 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 استغرب قال يعني شلون امي معقولة معقولة ما تتصل علي ولا تسأل عني فايش سوى اتصل على البيت التلفون الثابت وايضا قام يرن يرن دون فايدة واتصل على اختروز دون فايدة استغرب وقال لا امي مستحيل ما تتصل علي في شي غريب او صار لها شي لا يكون امي يعني اغمى عليها او تعبت او مرضت لا يكون يصير فيها حاجة وقام على طول يضرب اخماص في اسداس طيب شلون اقدر اروح اللي هو عمان واحنا نعرف الزمن ذاك صعب في السفر تذكر ان امه كانت عندها صديقة هذي صديقة من يعني الجالية السورية اللي ساكنة من زمن بعيد في ولاية البريمي وكانت بالضبط ساكنة في منطقة اسمها الخضرة فتذكرها لكن ما عندها رقمها ظل يبي يعني ياخذ رقمها باي وسيلة تذكر انه يوم من الايام تواصل مع احد من اخوانها فاتصل على اخوها وقال له لو سمحت ابي اكلم اختك فلك قال له ليش شنو فيه قال على اجساس امي ابي اتفاهم اياها في موضوع عطاه الرقم رقم اختها طبعا هذي فلك عايشة مع عائلتها واخوانها في البيت نفسه هناك فقام وفعلا واتصل على فلك فلك هلاء شخ بارك شمسوية طيبة تمام الحمد لله خير فيه شي محتاج حاجة قال لها لا والله بس امي مستغرب هذا لها يعني من وقت اربع خمس ساعات مقفل جوالها ابي بس اتأكد امي بخير ما فيها شي قالت لها طيب اتصلت بنتها روز قال لها ايو اتصلت نفس الشي مقفل الجوال وبيقى طمائن عليهم ابي اكلمهم قالت لها والله ما ادري عنهم اخر مرة يعني من يومين ثلاثة ايام شفتهم قال لها اطلب منك خدمة ممكن تقدرين تروحين البيت بما انك قريبة من بيت امي تشوفين امي اذا بخير بس طمنيني عليها ليش ما ترد ليش مقفل الجوال وقولي لها اني احتاج اكلمها ضروري ممكن يصير يعني ان جوالها طايح او عطلانة وحاجة قالت لها ايه لكان ولو على راسي الان انا بروح لها وفعلا بعد خمس دقائق الا تتصل عليه وقالت لها اسمع انا الان قدام باب بيت امك واطق الباب ورن الجرس اسمع وقعدت اطق الباب وقالت ما في احد يرد تعبت وانا وقفة هون قال لها طيب معقولة كم لك ترنين الجرس واطقين الباب قالت فترة طويلة قال لها طيب الله يخليك بس عذرا سيارة روز الهنداي موجودة او سيارة امي قالت لا ما موجودين ما في ولا سيارة موجودة قال لها معقول وين راحت امي قالت لا ممكن حست بضغط او يعني ضايقت من حاجة او قالت تبي تنفع عن نفسها وراحت مكان سافرت ليش لا قال لها لا مستحيل امي تروح مكان وانتي شايفة الاجواء واصلا حتى لو بتروح بتعطيني خبر قال لها طيب الله يخليك يا فلك انا ما عندي الا انتي انا عارف اني ثقلت عليك كثير بس ما عندي الا انتي وانا اعتبرك يعني جدا قريبة مني بسبب امي حبها لك ما عليك تروحين المستشفيات تسألين عن امي قالت لا طيب وش عرفك ان امك بالمستشفيات وطيب حتى لو امك موجودة هناك شنو بتسوي وياها روز قال ما بعرف يمكن صار لها حادث طالع بالسيارة او حاجة قالت لا ما ادري والله بس انا اقول ممكن انهم سافروا برا قال خلاص خلاص انا اتأكد ان شاء الله تصل بمعارفة وردلك خبر قام وسكر الجوال وبدأت يعني الافكار تهوجس في عقلك يا ولد ملك خاف على امه خوف كبير عصر مخش يسوي ما هو قادر يتحرك في ظل بيك الظروف الصعبة والحجر وغيرها قام على طول واتصل على الشرطة الشرطة في البريمي وقال لهم الله يخليكم امي هذا هي مختفية ممكن 10-12 ساعة الله اعلم لكن ابي اتأكد بس امي بخير ولا لا قالوا لا انت عارفة الحين ظروف الحجز وظروف الحصار وغيرها قال الناس ما تطلع لكن ليش امك شنو فيها قال لهم والله ما ادري انا ممتعودة امي ما ترد علي بس ابي اشيك امي موجودة داخل الاراضي العمانية ولا ممكن سافرت رجعت الى سوريا ولا اي مكان قالوا لا خلاص احنا بنشيك الان على اسمها وبنشوف اذا امك موجودة داخل عمان ولا برا سكر جواله وظل ينتظر اتصال من الشرطة العمانية وبعد فترة اتصلوا عليه وبلغوا ان امه واخته روز ما زالوا موجودين في الاراضي اللي هي العمانية ولا طلعوا من اول ما وصلوا تقريبا من سنة او فترة طويلة يعني ما طلعوا من برا هذه الاراضي يعني ما غادروها فهنا قال لهم طيب انا قلقان وحيران وين امي وين اختي قالوا لا شوف اولا لازم تجي وتفتح بلاغ هذا اولا ثانيا مستحيل بنقوم نبحث عنهم ويعني ما في بوادر اختفاء او فقد او شيء وحنا ما بعد حتى ناخذ 24 ساعة انتظر شوي لما على الاقل يعني يمضي على اختفاءهم 24 ساعة واتصل علينا وممكن يعني نخليها البلاغ بشكل اونلاين اهم على علم ان هذه المرأة ممكن انها انفقدت فقاموا واخذوا احتياطاتهم الشرطة في ولاية البريمي واستدعوا صديقتها فلك وقالوا لها انتي تعرفين ملك هل عندها عدوات هل تعرفين وين راحت ملك قالت لهم لا ابدا نهائيا يعني ما تعرف احد ولا قالت لي وين بتروح ولا حاجة ولا ادر عنها شيء فبدأوا يعني يحققون ما اخذوا لا حق ولا باطل المرأة ممكن راحت مكان استجمام حاجة شيء معين ما فيها ابراج فهنا قالوا لها خلاص تقدرين تروحين قالت لهم بس عفوا من عطاكم رقمي قالوا لها اللي عطانا رقمك ولد ملك فهنا راحت البيت اول ما وصلت اتصلت على ولد ملك قالت لا انت باي حق تعطي الشرطة رقمي ليش انت مشتبه فيني قال لا انا مو مشتبه فيك بس اهم قالوا لي قلنا عن اي وحدة قريبة من امك فعطيتهم اسمك يعني ما قلت لهم اني انا شاك فيك ولا حاجة فايه كانت جدا جدا معصبة وزعلانة ان ليش تشتبه فيني ليش تعطيهم رقمي طمنها وطيب خاطرها ولد ملك وفعلا سكرت هنا الجوال ومضى ذاك اليوم على خير قاعد على عصابه ولد ملك يبي يعرف وين راحت امه هل امه مريضة اغمى عليها وين وحتى لو امه مريضة وين اخته اخته ليش ما تتصل عليه ليش ما تكلمه ليش اتنيناتهم مقفل جوالهم طيب هل ممكن ان يكون مسوين حادث طيب كان قالوا لا الشرطة يعني فضل على هذا الوضع يفكر يمين وشمال ويعني ما ينام من الارق والتفكير في امه حتى انه اخذ اجازة من الدوام وهو يعني في حالة مضطربة وفي خلال هذه الفترة وتقريبا بعد يومين من اختفاء الام وبنتها الا احد من الرجال الجاليات الاسيوية شموا ريحة هذه الريحة تطلع او صادرة من سيارة هذه السيارة مغلفة بالكامل مباين لا يعني موديلها ولا عنوانها ولا اصلا لونها ولا رقم اللوحة مغطية بغلاف بالكامل والريحة عفنة تصدر منها وكل من مر يتفاجأ من هذه الريحة فقاموا هنا واتصلوا على الشرطة وقالوا هذه السيارة ما تتحرك وهذا احنا قاعدين نراقبها من فترة مبسيطة والريحة تزيد من عندها وكل واحد مر من هنا يشم هذه الريحة فقامت الشرطة وعلى طول اول ما شالت غلاف السيارة هذه السيارة لونها احمر بنوعها هنداي اول ما اخذت عنوان السيارة ورقم اللوحة وعما متى على المرور طلعت بياناتها ان هذه السيارة سيارة روز بنت ملك فقاموا هنا يتفحصون السيارة اكثر واكثر يبون يعرفون وين مصدر الريحة الا يشتمون ريحة اجساد والشرطة تعرف وتقدر تفرق بين ريحة عثن يعني تحلل جثث او غيرها فايهي من اول ما مصدر عارفة متأكدة ان فيه جثث فتحت كبوت السيارة الا تتفاجأ بالصدمة اللي انهالت عليهم جثث امرأتين واحدة في نهاية الاربعينات والثانية في العشرينات وكانوا هذول الثنتين مكبلتين وقاعدة تتحلل اجسادهم متنفخة وكذلك فيها كدمات وفيها لزقة على الثم وكذلك امربطة الايادي والرجول فاستدعوا هنا الطب الشرعي وجات اللي هي هاليكوبتر تحلق في هذا المكان وتشوف اذا في بوادر اداة حادة او غيرها وهذا الامر انتشر في ذاك الوقت وانقلبت لبريمي على بكرة ابيها من الخوف والهلع قاموا الشرطة ينتظرون لحد ما يطلع نتيجة التقرير الطب الشرعي وايضا يحللون من ابراج الاتصالات وكذلك الشركة وين كانوا اخر مرة الام وبنتها وكذلك شنو الاتصالات الصادرة والواردة لهم وبينما هم ينتظرون الا يطلع لكم تقرير الطب الشرعي ان هذول الثنتين كان في عنف على اجسادهم واضح انه في مواجهة وواضح في يعني كدمات وضرب وشموخ وغيرها يعني في احد متجابه وياهم هالثنتين وايضا في لكن السبب الرئيسي للوفاء اللي هو الخنق للام وكذلك وبنتها وقالوا ان اللي توفت قبل الثانية اهي الام قاموا الشرطة ينتظرون الادلة الجنائية وكذلك اللي هو شركة الاتصالات تجي شركة الاتصالات تعطيهم داتا بالارقام اللي اتواصلت معاهم الثنتين ملك وروز شافوا ان في اتصال قبل وفاتهم طبعا الوفاء عطاها اياهم تقرير الطب الشرعي انها حصلت في الوقت كذا وفي الساعة كذا طبقا لتحلل اللي هو الجثة ورميتها المهم بعدها طلعت اللي هو الداة شافوا ان اخر اتصال كانت مكالمة واردة وليست صادرة يعني جاية على جوال اللي هو ملك وكانت قبل وفاتها تقريبا بنص ساعة من مين منك يا فلك نفسها من الجنسية السورية فقاموا واستدعوا فلك ويلا ليش انتي تتصلين بفلك ما قلتي لنا انتي قلتي انك ما كلمتيها ولا شفتيها من فترة فبالتالي هذا اينا في كلامك فبدأت هنا تصيح وتبكي شلون تتهموني قالوا لها شوفي احنا ما نتهمك الا تبع المصادر والبيانات اللي عندنا فاحسن لك تقولين لان حتى لو نكرتي الابراج حقين الجوال تثبت ان اخر وجود لهم هالثنتين كانوا عندك في بيتك فبالتالي لازم تعترفين فهنا بدأت تبكي وتصيح اخيرا انهارت واعترفت قالت انها فعلا اهي اللي سوت هذا الشكل فيهم ليش يا ترى شنو الاسباب قالت ان اول ما تعرفت عليهم قالت لهم انها تبيتصير غنية مثلهم وهم في فترة وجيزة من اول ما جوا وهم يعني هميين نشيطين يبون يصيرون لهم اسم في هذا المكان حتى انهم بسرعة سارعوا وانهم يسوون محل وايهي من زمان موجودة في هذه الولاية ولا فكرها ايضا انها تسوي عمل او حاجة فقالت لهم الله يخليكم حطوني دخلوني في شريكة او كبروا فلوسي فهنا قالوا لها ساعدك ليش لا عطينا فلوسك وقامت وعطتهم اللي هو حيلتها ايهي مع اخوانها فلوس مبلغ وقدرة اخذوا المبلغ على اساس بيكبروا لها وبيرجعونا لها يلا وين فلوسي وين فلوسي كل مرة ها بعدين ها مشغولين ها انت شايفة المحل شلون خسران لازم تراعينا لازم تنتظرين ملت وزهقت وقالت لاخوانها شوفوا انا صراحة تعبت من هذول الثنتين المراوغات راوغوا في الامارات والحين بيراوغون علي شريكم اجيبهم لكم وانتوا تطلعون الفلوس من عيونهم قال لها اخوها معقول يعني انت وياهم هذا لك اربع سنوات ما قدرتي تاخذين منهم مليم واحد انا جيبيهم لي والله هطلع الفلوس من عيونهم فقالت لها طيب شلون قال لها بس اتصلي عليها احنا موجودين اخوانك ننتظرهم بنعطيهم علقة ضرب لما يقولون امي وفعلا قامت على حسب الخطة واتصلت عليهم وقالت لهم تعالوا نتفاهم على اللي هو المبلغ اللي مكتوب بيناتنا فقامت روز مع امها وراحوا الى بيت فلك وعلا اساس انها عزيمة عزمتنهم اول ما دخلوا قالت لهم وين فلوسي جيبوا فلوسي قالوا لها ما عندنا فلوس لك وحنا قلنا لك وظروفنا وما نفس الكلام الاولي فهنا قام اخوها وضرب ضرب فيهم وهو مسك واحدة والاخو الثاني مسك الثانية يعني اخوان ملك الثنين واحد ماسك الام والثاني ماسك البن ويلا ضرب فيهم النية الضرب حتى يجبروهم انهم يوقعون اوراق او يعطوهم فلوس لكن هذول الثنتين بدأوا يصارخون ويصوتون وبدأت الاصوات تعلى وخافوا انه ينفضح امرهم اللي هي عائلة فلك فقام واحد من اخوانها وراح يركض وسد ثم اللي هي ملك لكن ما قدر انه يسيطر عليها ولا قدر انه يعني يسكتها خصوصا انهم مستخدمين القوة ومستخدمين العنف عندهم اكيد بيطلعون من بيتك يا فلك بيروحون يقدمون بلغ للشرطة بتعدي وضرب وعندهم بيجبون تقرير من الطب الشرعي فقام هنا على طول وقال نكتم الفضيحة عشان ما يبلغون علينا وما اخذوا ولا مليم وكتموا الفضيحة فعلا لما ازنطوهم وزغدوا الام قبل عشان تسكت ومن ثم اتولوا امر البنت وزغدوها بعد ما ربطوهم وعذبوهم وضربوهم ضرب مبرح كما ما وثومتهم وكما ما اياديهم مرجولهم وحطوهم في السيارة اللي جات فيها روزوية امها سيارة هنداي حمرة وعلى طول في نص الليل والناس نيام حطوا هذولا الاجساد في اللي هو شنطة السيارة ويلا قام واحد من اخوانها وصاق السيارة ووداها عند احدى اللي هو المواقف مواقف السيارات قريبة جدا من مدرسة للاولاد هناك ووقفها وركنها هناك ومن بعدها غلفوها بالاغلاف ولا من شاف ولا من دره عشان حتى لو مثلا مروا الناس ما يشوفون اجساد احد ويبلغون الشرطة نسوا ان الاجساد تتحلل وان الاجساد تطلع منها ريحة هذا الامر مر مرور الكرام بالنسبة لهم وما كانوا يتوقعون ان في جوالات وفي ابراج وفي داتا وغيرها الحين شوفوا شلون التقنية لوين توصل في وقت وجيز يعني ما يتجاوز اليومين الا تطلع بيان اللي هي الشرطة العمانية انه قبضت على افراد العصابة فلك اللي جرت اخوانها الثنين وياها للتهلكة في السجن وعلى اي اساس على اساس انها تبي فلوسها بالقوة طيب معقولة ما تروحين تقدمين بلاغك للشرطة اجل ليش الشرطة فاتحة مراكزها 24 ساعة محق البلاغات ولا يعني بتسخدمون قانون الغاب ولا احترمتوا الدولة اللي انتوا فيها وعثتوا فيها فسادا وخوفتوا وزعزعتوا الامن اللي هناك خصوصا انه مثل ما احنا عارفين ولاية البريمي من الولايات الهادئة اللي ما تكثر فيها المشاكل مع انها من اكبر الولايات في سلطنة عمان يقال اننا نحكم على فلك واخوانها بالاعدام ان شاء الله ياخذون جزاهم العادل ليش احنا نرحب بالاعدام لان القتل بالقتل هذا نذكر بالقرآن الكريم ثانيا اذا تنفذ الاعدام وشافوا الناس يرتدعون ويخافون ولا يكررون مثل هذه الاعمال ولو تلاحظون بدون ذكر اسماء بعض الدول اللي ما فيها اعدام تكثر فيها الجرائم والحوادث غير اللي نفذون الاحكام يكونون الناس عارفين حدودهم لوين توصل هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون حطوا للايك واشتراك وتعليق على الفيديو طلبتكم هذه المرة طلبة او عشان العيد انا هاليوم يعني بدلة عليكم وعيديتي منكم فقط لايك على هذا الفيديو واذا حابين اتعلقون ولا تنسون تتابعوني في وسائل التواصل الاجتماعي رح احطها لكم في صندوق الوصف وكذلك مثبتة في اسفل التعليقات اشتركوا في القناة